اكد سعادة السيد علي بن محمد الرمحي وزير شؤون الاعلام ان تمكن الكفاءات الشبابية الموهوبة والمبدعة وتعزيز الحريات الصحفية والاعلامية المسؤولة في مقدمة اولويات الوزارة على طريق استدامة النهضة الاعلامية الوطنية جاء ذلك في لقاء مفتوح مع طلبة الاعلام بجامعة البحرين حيث اكد اعتزازه بقدرات الشباب على المشاركة بكفاءته في تطوير رسالة الاعلامية شكلا ومضمونا اعرب سعادة السيد علي بن محمد الرمحي وزير شؤون الاعلام في لقاء مفتوح مع طلبة الاعلام بجامعات البحرين والذي عقد في جامعة البحرين بمركز تسهيلات البحرين للاعلام حول موضوع الاعلام فرص وتحديات عن تقديره لامكانات الشباب البحريني المبدع واعتزازه بقدراتهم على المشاركة بكفاءة في تطوير الرسالة الاعلامية شكلا ومضمونا وابدى الوزير ترحيبه بالافكار والمبادرات والمشاريع الشبابية المبتكرة في مجالات الاذاعة والتلفزيون والاعلام الرقبي مؤكدا جاهزية الوزارة لعرض الاسهامات المتميزة في برامجها التلفزيونية والاذاعية الاعلام حسب ما أنا شفتها مع الشباب هناك مواهب تسبق سنواتها بكثير ما حد يعرف بأن اليوم الأخبار التي تشوفونها الرسمية التي عاد لغرافيكس لها يمكن شاب عمره 22 سنة وأوضح أن الإعلام بات صناعة عالمية هائلة ويتوقع ارتفاعها إلى أكثر من ترليوني دولار عام 2019 يمثل الإعلام الرقمي نسبة تتجاوز نصف هذه القيمة العالمية هناك مفاق عالمي كبير على موضوع الإعلام متوقع له في 2019 أكثر من 68 مليار فهذا اعتراف بأن الإعلام هو الأهم وهو صناعة ثقيلة لكن الإعلام الرقمي متوقع مع حلول 2019 أنه يأخذ النسبة الأكبر بالنسبة للإعلام شبكات التواصل الاجتماعي طبعاً قاعدة تقوم بهذا الدور وقال إن هذه الطفرات الإعلامية الكمية والنوعية على المستويين الإقليمي والعالمي تطرح العديد من الفرص أمام الشباب الخريجين وقعنا الإعلام يقول هناك 1300 قناة عربية تتحدث العربية فمعناها أن الفرص قاعدة تزيد في قنوات كثيرة قاعدة تشتغل معناها أن الإعلام مطلوب للجميع اللي تكلم عن الإعلام بأنه الفرصة الوحيدة اللي موجودة عنده هي وزارة الإعلام فهو مخطئ لأن ما في مؤسسة اليوم حتى المؤسسات الصغيرة كانت في البداية تحط الـ HR والـ Finance والآن بدت تحط الإعلام والعلاقات العامة ودائماً تربطها بالتسويق ما في مؤسسة في العالم اليوم ما عنده قسم للعلاقات العامة والإعلام وحذر الرميح من خطورة استخدام وتداول مصطلحات غريبة عن مجتمعاتنا العربية المسلمة وقيمنا الأصيلة وما تشهده الساحة الإعلامية بشقيها التقليدي والحديث من انفلات إعلامي وأخلاقي ومشاهد بعيدة عن آداب وأخلاقيات المهنة الإعلامية بدأنا نسمع مصطلحات بعيدة كثيرة عن مجتمعاتنا العربية المسلمة بدأت الآذان تستصيق وتألف كثير من الكلمات اللي ما كنا نسمعها وهذه مؤشر خطير بأن هناك فيه انفلات إعلامي تأكيدا على كلام الغسان بأن هناك كثير من الأشخاص الغير متخصصين في الإعلام بدأوا يزحمون الإعلاميين في وظائفهم وجد للرميح تأكيد ثقته وإعجابه بالكفاءات الشبابية المبدعة والطموحة في المجال الإعلامي فرس العمل الدائرة خلك في الدائرة الأكبر لا تركز على موضوع معين ولا تبالغ في التخطيط خطط لحياتك لكن حقق الهداف الصغيرة اللي بتحقق لك الهداف الأكبر هذه باختصار الحياة مستمرة باستمرار عملك أنت اليوم أنت في وقت تقدر تطلع وتدرس وتشوف وتتعلم غيرك ما حصل هذه الفرصة وأكد إن حرية الرأي والتعبير مصونة في جميع وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بما فيها الإعلام الرسمي وفقا للدستور والقانون مشيرا إلى كفالة الحرية المسؤولة في جميع البرامج الإذاعية والتلفزيونية بلا حدود سوى الالتزام بالموضوعية والمصداقية وعدم المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفرقة أو الكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية